بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله في مادة أرياضيات للسنة الثانية ابتدائي نفتح كتابة تلميذ صفحة رقم 121 درس اليوم إن شاء الله جدول الضرب في 5 لدينا النشاط رقم 1 أكتشف للاحتفال بالمولد النبوي حذرت مريم شموعا لدينا هنا المجموعة الأولى 1 2 3 4 5 المجموعة الثانية 1 2 3 4 5 وهنا لدينا 1 2 3 4 5 إذن مطلوب مني أولا أكمل هنا أكمل الحساب أكملي الحساب لدينا 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 5 في 3 إذن هنا نلاحظ ماذا نلاحظ أن لدينا المجموعة رقم 1 المجموعة رقم 2 المجموعة رقم 3 في كل مجموعة لدينا كم من شمعة 5 هنا و5 هنا و5 هنا إذن 5 زائد 5 10 زائد 5 10 11 12 13 14 15 لدينا 5 في 3 لدينا هنا 5 في المجموعة الأولى 5 في المجموعة الثانية 5 في المجموعة الثالثة 5 لدينا كم من مجموعة 1 2 ثلاثة يعني هنا 5 تكررت كم من مرة هنا 5 زائد 5 زائد 5 إذن أكتب 5 في 3 ويساوي 15 إذن هنا لدينا عدد الشموع المضيئة هو كم؟ ونكتب النتيجة لدينا ثانيا ساعد مريم في إتمام جدول الضرب في 5 لدينا هنا جدول الضرب في 5 هنا لدينا 5 في 1 5 في 2 5 في 3 5 في 4 5 في 5 5 في 6 7 8 في 9 10 إذن جدول الضرب في 5 نلاحظ أولا لدينا ماذا؟ لدينا مرصوفة هنا هنا مكتوب ماذا؟ 5 في 1 5 يعني هنا السطر الأول السطر الثاني الثالث الرابع الخامس 1 هنا يعني لدي عمود 1 فقط إذن كتبت 5 في 1 إذن 5 في 1 نحسب 1 1 2 3 4 5 معنى هذا 5 تكررت كم من مرة؟ مرة واحدة فقط لدينا هنا 5 في 2 هنا 5 في 2 إذن 5 يعني لدينا السطر الأول السطر الثاني الثالث الرابع الخامس إثنان لدي العمود الأول العمود الأول هكذا والعمود الثاني كما تعلمنا سابقا في المرصوفة يوجد أسطر ويوجد أعمدة إذن هنا 5 في 2 نلاحظ هنا لدينا العمود الأول 5 يعني هنا 5 نكمل الحساب 5 6 7 8 9 10 إذن 5 في 2 يساوي 10 لدينا 5 في 3 وهنا ماذا أكتب؟ 5 في ماذا؟ إذن كما تعلمنا هنا 5 يعني عدد الأسطر السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس إذن وهنا ماذا أكتب؟ أقوم بعدي عدد الأعمدة كم من عمود لدي؟ لدي العمود رقم 1 العمود رقم 2 3 4 إذن هنا نكتب 5 في 4 وهنا ماذا نكتب؟ لدينا 1 2 3 4 5 هنا لدي 5 هنا ماذا أكتب؟ إذن أقوم بعدي الأعمدة لدي العمود الأول العمود الثاني الثالث الرابع الخامس إذن هنا أقوم بكتابة 5 في 5 إذن هنا فهمت أضيف 5 إلى النتيجة السابقة في كل مرة نلاحظ هنا ماذا؟ نلاحظ هنا لدينا عمود 1 ودينا 1 2 3 4 5 وهنا لدي العمود الأول 5 ثم قمت بإضافة 5 إذن هنا كم من خانة لدي؟ لدي 10 وهنا 15 إذن هنا لدي 5 في 1 يساوي 5 5 في 2 ماذا يساوي؟ 5 في 2 يعني أقوم بكتابة 5 5 زائد 5 5 في 2 5 زائد 5 ويساوي 10 ثم 5 في 3 5 في 3 هي 5 زائد 5 زائد 5 لاحظوا معي ندسة نكتب لدينا 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 5 في 3 يساوي 5 5 زائد 5 زائد 5 هكذا تعلمنا إذن هنا هنا 5 زائد 5 يساوي 5 يساوي 10 هنا يعني 10 زائد 5 ويساوي كم؟ يساوي 5 10 لدينا 5 5 في 4 النتيجة كم؟ 5 في 4 لدينا 5 في 4 يعني هي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 لدينا هنا نلاحظ ماذا؟ 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 15 هنا 5 زائد 5 10 ثم أضفت 5 تصبح 15 هنا 5 زائد 5 زائد 5 هنا 15 زائد 5 إذن 15 زائد 5 يساوي 20 ثم هنا أضع 20 زائد 5 خمسة وعشرون 5 في 6 وهي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 كم من مرأة؟ 6 مرات إذن نلاحظ ماذا؟ لدينا 6 مرات 6 مرات 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 25 ثم نضيف لها 5 إذن هنا أقوم بوضعي هكذا خمسة وعشرون زائد 5 زائد 5 ويساوي 30 ثم 30 زائد 5 ويساوي كم يساوي؟ 5 وثلاثون 5 وثلاثون زائد 5 يساوي أربعون أربعون زائد 5 يساوي خمسة واربعون لدينا ماذا؟ لدينا 5 واربعون زائد 5 ويساوي 5 هذه الطريقة الأولى لكي يتعلم التلميذ يتعلم نعم جدول الضرب في 5 سأضع لكم إن شاء الله في فيديو لاحق إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله على الطريقة سهلة لحفظ جدول الضرب في 5 وفي 10 إذن لدينا هذا الجزء الأول الجزء الثاني إذن لدينا الجزء الثاني أنجز أولا أكمل لدينا 5 في عدد يساوي 5 5 في عدد يساوي 0 5 في ماذا أضربها؟ نتحصل على 35 هنا لدينا 5 في 3 يساوي 15 الطريقة الأولى التلميذ ينظر مباشرة إلى جدول الضرب هكذا إذن لدينا أي عدد أقوم بضربه في سفر يساوي سفر أي عدد مليون في سفر يساوي سفر لدينا هنا أي عدد أي عدد أو أي رقم أضربه في واحد يعطي لنا نفس الرقم أو نفس العدد إذن في واحد لدينا 5 في واحد يساوي خمسة خمسة عشرة في واحد يساوي عشرة مليون في واحد يساوي مليون إذن هنا يعني أعيدها مرة واحدة فقط اثنان في واحد يساوي اثنان إذن بالنسبة لخمسة في سفر خمسة في واحد يعفظها تلميذ لدينا خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر لدينا خمسة في ماذا أضربها حتى اتحصل على خمسة وثلاثون. اذا لدينا هنا الطريقة الاولى التلميذ اما ينظر مباشرة لجدول الضربي. يكون ما زال ما يفهمش مليح الدرس. اولا ينظر الى جدول الضربي لدينا نبحث هنا خمسة عشرة نبحث هنا عن خمسة وثلاثون. اذا خمسة وثلاثون. اذا خمسة في سبعة يساوي خمسة وثلاثون. او بطريقة اخرى. ماذا يفعل? يضع. خمسة زائد خمسة عشرة عشرة زائد خمسة 15. خمسة عشر زائد خمسة عشرون. وهكذا يكمل الى ان يتحصل الى خمسة وثلاثون. المرأة الاولى يقوم برسمي خمس كريات ثم يضيف خمسة يضيف خمسة يضيف خمسة. الى ان يتحصل على إذن لدينا ثانيا أحط بالأحمر الأعداد الموجودة في جدول الضرب في خمسة لدينا هنا خمسة وعشرون ثلاثة عشر ثمانية وعشرون أربعون واحد وعشرون أربعة وأربعون إحدى عشر عشر خمسة أولا لدينا هنا جدول الضرب في خمسة ماذا نلاحظ هنا لدينا هنا ماذا نلاحظ رقم الوحدات ورقم العشرات هنا لدينا الوحدات فقط خمسة وهنا وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات إذن هنا لدينا في الوحدات إما سفر نجد إما سفر أو خمسة إذن كما قلت نجد فقط في رقم الوحدات نجد إما خمسة أو سفر لدينا 5 أو لدينا 0 في رقم الوحدات يعني هنا قال أحط بالأحط بالأحمر الأعداد الموجودة في جدول الضرب في 5 إذن هنا ينظر التلميذ إلى ماذا لدينا 25 هنا لدينا 5 إذن موجودة قلنا في جدول الضرب رقم الوحدات لدينا 0 أو 5 إذن هنا أقوم بالتحويط على العدد الأول هنا 3 لا 28 أيضا لا 40 نعم لأن لدينا 5 في 8 يساوي 40 لدينا 10 5 في 2 يساوي 10 ولدينا 5 5 في 1 يساوي 5 لدينا ثالثا إذن ثالثا لصنع قلادة استعملت إيمان 5 علب من 8 جمنات حمراء وعلبة واحدة من 4 جمنات خضراء أحسب عدد جمنات قلادة إيمان لدينا إيمان تريد صنع قلادة استعملت إيمان ماذا؟ 5 علب في العلبة الأولى كم من جمان 1 2 3 4 5 6 7 8 في العلبة الأولى 5 8 في العلبة الثانية في العلبة الثالثة في العلبة الرابعة الخامسة لدينا وعلبة واحدة من 4 جمنات خضراء إذن هنا أحسب عدد جمنات قلادة إيمان ماذا نفعل؟ نقوم أولا بعد الجمنات الحمراء ثم الخضراء إذن لدينا العلبة رقم 1 2 3 4 5 في كل علبة لدينا ثمانية إذن هنا ثمانية تكررت كم من المرة؟ تكررت المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إذن أضع ثمانية في خمسة ثم الجمنات الخضراء ثمانية أربعة في واحد عفواً أربعة في واحد أقوم بالجمع إذن ثمانية في خمسة يساوي أربعون أربعة في واحد يساوي أربعة إذن أربعون زائد أربعة ويساوي أربعة وأربعون وأقوم بكتابة الإجابة إذن تعلمت ملء جدول الضرب في خمسة لدينا هنا جدول الضرب لدينا هنا في لدينا خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة تعلمنا عندما أو عفواً في جدول الضرب أضيف خمسة إلى النتيجة السابقة في كل مرة لدينا هنا خمسة خمسة زائد خمسة عشر عشر زائد خمسة عشر عشر زائد خمسة عشر خمسة عشر زائد خمسة عشرون عشرون زائد خمسة خمسة وعشرون وهكذا إذن هذه كانت حصة اليوم في مادة الرياضيات إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته